عشية الذكرى الرابع لتصويت البرلمان العراقي على قرار اخراج القوات الامريكية قصف امريكي هو الاخطر ضد مقار الحجد في بغداد ضربة جوية امريكية استهدفت مقارة دعم اللوجستي للحجد الشعبي لتخلف قتيلين وستة جرحى الهجمات الامريكية جاءت بعض موجة مسيرات استهدفت القواعد العسكرية التابعة للتحالف الدولي سوف يكون هناك رد ورد كبير وجدا ورد ربما لن يحطر على بال الامريكان ولا حتى الصحاينين مهما استهدفوا من قادتنا فذاك لن يوقفنا عن استهداف المصائح الغربية في العراق الحكومة العراقية ادانت الاعتداء واعتبرته خرقا وتجاوزا على سيادة العراق وانتهاكا صريحا للعلاقات بين العراق والتحالف وانه قد يقوض سلسلة التفاهمات بين بغداد وواشنطن هناك نوع من توسيع الصراع للوليات المتحدة الأمريكية وتريد ان تخلط الأوراق في المنطقة وتغير قواعد الاشتباك بالتالي على جميع المحنين ضبط النفس وعدم اعطاء اي ذر او اي وسيلة للوليات المتحدة الأمريكية ان تقوم بتوسيع الصراع في هذه المنطقة محللون امنيون وسياسيون يرون ان المرحلة المقبلة قد تشهد تطورا خطيرا بين القوات الامريكية والفصال المسلحة محدي غريبواني نيوز بغداد